نوصل أخبارنا وفيها عقدت هذا اليوم بل عقدة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي جلسة المباحثات الرسمية بين حكومة بلادنا والحكومة الأمريكية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ومساعد وزير الخزان الأمريكي شارلز كولنز الذي يزور بلادنا حاليا وزير التخطيط والتعاون الدولي استعرض مجمل الصعوبات والتحديات التي تواجه حكومة الوفاق الوطني خلال المرحلة الانتقالية المزمنة بعامين مشيرا إلى أن اليمن تجاوزت مرحلة الخطورة إلى مرحلة الصعوبات عقب التوقيع على المبادرة الخليجية وشدد على أهمية اطلاع الولايات المتحدة بدور أكثر فاعلية في حشد الدعم الإقليمي والدولي لمساعدة بلادنا من جهته أطلع وزير المالية صخر الوجيه مساعد وزير الخزان الأمريكي على طبيعة الإجراءات والتدابير التي بادرت وزارته باتخاذها لترشيد الانفاق الحكومي مشيرا إلى اتفاق مع البنك الدولي لتقديم دعم مباشر للموازنة العامة لليمن بقيمة 100 مليون دولار وعن تحضيرات جارية لتوقيع اتفاق مماثل مع صندوق النقد العربي من ناحيتي أعلن مساعد وزير الخزان الأمريكي دعم واشنطن المطلق لإنشاء صندوق دولي متعدد المانحين لتمويل المشاريع الإنمائية في بلادنا